معنا خمس أخبار علامية نهاردة منهم حاجات ممكن تكون مفاجأة وخليني أبدأ مع مو صلاح نشوفنا ظهور مو صلاح مع منتخبنا الوطني بنيولوك ويبدو أن نيولوك ده ما ظهرش عندهم في إنجلترا إلا مع عودة صلاح للمشاركة في تدريبات ليفر بول مرة تانية على حساب ومواقع الرسمية والتواصل الابتماعي الخاصة بالنادي ليفر بول نشروا الصورة دي لمحمد صلاح وقالوا أنه صلاح جاهز أو بيستعد للموسم الجديد بنيولوك كلمت على أنه أرني سلوت أشد بجاهزية صلاح أنتوا عارفين طبعا اللعبة شوية يمكن بترجع مع الأجازات بيبقى فيه فرق في الوزن بيبقى فيه فرق في الحركة الفتنس بشكل عام لكن صلاح أرني سلوت أشد بمستوى وبجاهزيته للموسم الجديد ونزلوا الصورة دي على نيولوك أنه صلاح السندي داخل بريمير ليج بدون شعره عارفين قصة شمشون والقصة دي وتعليقات كتيرة جدا من مشجع ليفر بول على القصة هل كانت قوة صلاح في شعره فعلا زي ما كان بيتقال ولا نيولوك ده ممكن يديله افتكرت شوية ليو ميسي يعني لما قلنت بداياته مع البارسة وكان شعره طويل وهو كان بطول شعره الفترات طويلة جدا وانتهى بشعر قصير وليحية كبيرة نفس اللوك تقريبا اللي طلع به محمد صلاح نتمنى له التوفيق وأعتقد أنه في طريقه لتحقيق نجاحات كبيرة وكسر كتير من الأرقام القياسية إن شاء الله لو كان موفق مع ليفر بول السندي اشتركوا في القناة